السؤال عن الساعة ايانة مرساها مرساها؟ مرساها ده مش المرسا الساعة بتبقى ايه ترسي ولا ده ايه؟ ايه التعبير ده؟ الساعة جاية امت ولا هترسى ولا هتيجي الدنيا ولا الساعة دي هي يوم الايامة ولا ساعة كل واحد وهل كل واحد لما بيموت بتقوم ايامته؟ ولا الايامة دي حاجة تانية غير اللي احنا عارفنها وهتيجي بغتة ولا معروفة كل دي أسئلة جاية أو تساؤلات جاية في نفس السؤال في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون فضلت الشيخ أشرف الفيل إزا حضرتها أهلا مرحبا الحمد لله يعني كده النبي عليه الصلاة والسلام مش عارف الساعة إنت أيها إي علمه عند الله إن بالله نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين في هذا السؤال الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة أيان مرساها هذا المعنى أو طريقة هذا السؤال تعطينا أكثر من معنى أولا هم يسألون عن زمن وقوع الساعة يعني متى تأتي هذه الساعة الأمر الثاني هم يسألون عن مكان وقوع الساعة والمراد بالساعة المرسى دي مكان أيها فالساعة هنا ليس المراد بها جزء من الوقت كما يظن البعض لأن الساعة تطلق لو كلمة ساعة لو أطلقت بدون الألف واللام فتعطي معنى جزء من الوقت لأن اليوم قسم على أربعين وعشرين جزءاً كل جزء من الأربع وعشرين تسمى ساعة أيوة خلاص كده عشان كده ساعت في القرآن الكريم يقول ساعة من نهار فلما يقول لفظة ساعة بدون الألف يبقى يقصد الجزء الزمني من اليوم فاليوم قسم على أربعين وعشرين قسم لما تعرف بالضبط لما تعرف يبقى كده إيه يوم القيام يوم القيام لكن لما تنكر ساعة بس كده يبقى جزء من النهار جزء من الزمن جميل يعني جزء بسيط من الزمن كده عرفنا ديك قال يسألونك عن الساعة أيان أيان دي يعني أين أين ومتى تدي الاثنين أين ومتى أيان مرساها يعني إمتى هترسي وفين يعني يا سبحانك يا رب على البلاغ سبحان الله يعني هي إمتى وفين في نقف في لفظ واحد أيان مرساها فين بقى فين الآن اللي هو الزمن والأي اللي هو المكان ففي أي مكان ترسي الساعة في أي مكان وزمان وزمان تأتي الساعة إمتى بقى الساعة فالنبي عليه الصلاة والسلام مش حيقول لهم إمتى لكن في القرآن بقى بيقول له قل إنما علمها عند ربي العلم بتاع الساعة ده بتاع يوم القيامة عند ربي لا يجليها يعني لا يظهرها لوقتها إلا هو يجلي مش فهنا مش فهنا تمام لا يجليها يعني لا يظهرها لا يظهرها يعني إيه لوقتها لوقتها إلا هو يعني مش حيبيل لنا علامات الساعة إمتى قال لربنا سبحانه وتعالى ولذلك العلماء هم يشرحون هذا ويتحدثون عن يوم القيامة قال لك إن عمره جميع الأرض ستة آلاف سنة عمر جميع الأرض بعد العلماء والكلام ده طبعا موجود في كتاب الإمام الطبري تاريخ الأمم والملوك اتكلم على عمر جميع الزمن وتقدير قيام الساعة وقال لك إن عمر عمر جميع الدنيا اللي فيها البشر اللي ربنا خلق فيها البشر مناش دعوا بالدنيا الكونية الدنيا الكونية السماء والأرض وبتاع عادة ملايين السنين دي مش قصتنا خالص لكن هو بيتكلم من لدن آدم منذ أن خلق آدم كم سنة؟ إلى قيام الساعة ستة آلاف إيه دا؟ جيبت منين؟ أه؟ لأ يعني ما هو الفرع نبالهم سبعة تلاف سنة ما هو أنا بقولك عمر جميع الدنيا من أول ظهور الأنبياء من أول ظهور الأنبياء ما هو آدم دا أول واحد ظهر على الأرض سبعة تلاف سنة هل هذا بتقدير الساعات الدنيوية التي نحن فيها ولا بتقدير ساعات مختلفة قصة مختلفة هم مش عارفين بقى طيب هم جابوا قوليني جابوا الكلام بس منين؟ جابوا الكلام من قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة آه فستة تلاف سنة بتاعت ربنا بقى لا إدرابي بقى ستة تلاف خمسين ألف قصة بقى انت بكالين في ملايين مش هنفهم بقى خلاص كده؟ يعني مش عندنا حتة تستيعاب وفقت بقى مش هنوصلها طيب تعالي نشوف أنا كني لما جي النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة على عمر الزمان ألفين سنة يبقى بقى أربعة تلاف سنة آه آه فيبقى بقى أربعة تلاف سنة فيقول لك بقى يبقى كده بقى كام بقى كتير ده العلماء وقعدين يفسروا في مسألة إمتى بقى كام على الدنيا وعن آخر القرآن الكريم قال ما تفكروش في القصة دي لكن أنا حريحكو خالص أنا هديكو علامات للساعة آه فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا هديك علامات الساعة أنت تقولها لهم فلما يقول لنا علامات الساعة وتبدأ تظهر هذه العلامات يبقى احنا نعرف ان احنا قد اقتربت الساعة أولى علامات الساعة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ده هي بقى آه ثلاث سنة مما خلاص بقى انت في آخر الزمان آه بقى خلاص فقول العلامات وفي الحديث إذا اتخذ الفئ دوله والأمانات مغنمة والزكاة مغرمة وتعلم لغير الدين أطاع رجل امرأته وعق أمة أدنى صديقه وأقصى أباه سادى القوم مفاسقهم كان زعيم القوم أرضالهم ظهرت الأصوات في المساجد ظهرت القينات المغنيات الراقصات يعني والمعازف شربت الخمور لعنى آخر وهذه الأمة أولها فانتظروا عند ذلك ريحا حمراء آه دي بدايات ولا حاجة مش موجودة كل ده موجود حلوة أوي يبقى نحن الآن في انتظار أول علامة من علامات الساعات الكبرى